السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي النهاردة في وصفة جميلة جدا لإزالة الشعر بدون أي ألم حنزل النهاردة الشعر الفوق الشفاف شعر الصغير اللي بيبقى موجود في البشرة كمان هنتشيل الشعر اللي موجود في أي منطقة في الجسم سواء في الأرجل أو في الإيد في المنطقة الحساسة وهيتشيل معايك بكل سهولة وبدون أي ألم إن شاء الله هنحتاج معانا مكونات سهلة وبسيطة جدا هنعملها دلوقتي مع بعض يلا بينا بس ما تنسيش بقى حبيبي تتشجعني باللايك وكومنت حلو منك يلا هنبدأ وصفة هحتاج معاي النهاردة معلقة من الملح وما تخافيش خالص لو أنت بشرتك حساسة استبديل الملح بالسكر تمام وهيخد معاي معلقة من الفازلين الفازلين الطبي تمام بس تأكد إن هو يكون فازلين أصلي مش مخشوش أهو وهبدأ أخلط الفازلين بالملح بالشكل ده وهقولك هستعمله إزاي عشان أساعد على إزالة الشعر بدون أي ألم الوصفة دي طحفة جدا يا بنات وأنا شخصيا جربتها يعني أنا لسه عملها أول مبارح والحمد لله جابت نتيجة معايا ده غير إنها ما بتسيبش أي أثر للشعر بصو وكمان ما بتطلعش حبوب وجميلة جدا جدا هبدأ بقى أقلب كده الملح مع الفازلين بالشكل ده عشان أخلط وأمزج المكونات مع بعض أهو ودي إن شاء الله هتبقى أول خطوة هعملها علشان نساعد على إزالة الشعر بدون أي ألم كده أنا قلبت الملح مع الفازلين وهبدأ بقى أجي عند المكان اللي فيه الشعر هبدأ أفرد كده الفازلين بالملح واعمل عملية دعك بالشكل ده أهو الملح يا بنات بيقترب بصيلة الشعر وبيخليها تطلع معاك بكل سهولة وبدون أي ألم ومش تخافي خالص خالص من يعني الناس اللي عندها حساسيا ما تخافيش إحنا هندعك بس كده لمدة خمس دقايق أهو بحيث إن أنا أموت بصيلة الشعر وخليها تطلع معاك بكل سهولة بس إزاي بقى هستخدم الوصفة اللي أنا هعملها بقى بعد ما أعمل كده أول حاجة بعد ما عملت كده هبدأ أجيب مناديل من مناديل الكلينكس مش هخسل إيدي هسيبها لمدة خمس دقايق كده أو طبعا منطقة الحساسة أو ما بين الفاغدين مش هنخسلها بالمية لازم ما نخسلاش بالمية هنبدأ نمسح بالمناديل كده أهو ده بعد خمس دقايق وبعد ما ندعك تمام هنبدأ نمسح المكان كده ليه بقى لإن إحنا لو غسلنا بنسد المسامة تاني اللي إحنا فتحناها أهو بعد ما مسحت كده هبدأ أعمل إيه بقى هبدأ أجهز بقى الوصفة اللي إحنا هنزل بها الشعر بكل سهولة تمام معايا هنا الطبق بتاعي ده ده معايا هنا طبعا ده اسمه الجيلاتين والجيلاتين ده بتجيبه من عند العطار معروف جدا في أي دولة اسمه الجيلاتين أهو ده بيبقى مصك حلو جدا جدا بنزل بيه الشعر أنا هضيف معلقتين أهو بس أعرفي إزاي هتعمليه وإزاي هتستخدميه عشان يجيب نتيجة كويسة معاكي تمام هبدأ أضيف عليه بقى المية السخنة المغلية ببدأ دلوقتي أضيف المية المغلية طبعا لازم نغليها كويس قوي وهبدأ أقلب عايز أقولك أنه يعني ممكن تزيحيه بطريقتين ممكن تحطيه في الميكرويف وممكن تحطيه في حمام مائي ومية تكون برضو سخنة تمام أنا هحطه دلوقتي في حمام مائي معايكو معايا هنا الطبق ده تمام هضيف فيه المية اللي أنا غاليها بالشكل ده وهضيف بقى أهو الطبق بتاعي بصوا بقى هبدأ أحرك فيه كده وأقلب لحد ما هيسيح معايا وهقولك بقى عن استخدامه زي هزود مية سخنة تاني المية دي بنحطه في الطبق ده وبنعمل زي حمام مائي كده أهو عشان أسيحه زي ما أنا عايزة ببطأ أخلط كده الجلاتين ده بقى يا بنات حلو جدا لإزالة الشعر وبدون أي ألم بعد ما عملنا الخطوة الأولى اللي احنا عملناها بالملح والفازلين تمام وطبعا زي ما تعودت معاكو هدلوكو على الكريم الحلو اللي احنا بنرتب به وزيد جميل جدا بيقلل نمو الشعر هنقول برضو عليك بعد ما سبته حوالي خمس دقايق كده وأنا بقلب فيه بصوا بقى بقى معايا عمل ازاي معايا بقى هنا طبعا انتم ممكن تستخدمي المعلقة عادي جدا هاخد كده منه على ديكات عصايا كده في آيس كريم وهبدأ أفرده بقى كده بصوا بيتفرد زي الواقس بكل سهولة هنبدأ نفرده كده على المكان اللي فيه الشعر تمام وهنسيبه بقى لمدة عشر دقايق هيبدأ يمسك في الشعر وهتشديه أو حتفرقيه هينزل بيه الشعر بكل سهولة الوصفة دي طحفة جدا جدا يا بنات لإزالة الشعر أنا عايزاك تجرى بيها بجد وكمان غير انها كمان بتقلل نمو الشعر يعني هتزلك الشعر بدون ألم وزي ما قلتلك ده بنجيبه من عند العطار كل ما تسبيه في الحمام المائي كده كل ما بيبدأ يسيح معايك يبصوا وعمل زي الواقس بالزبط مادة لازجة خالص اهي وبيزيل الشعر بكل سهولة وبدون ألم يعني أنا جربته امبارح أو أول امبارح تقريبا ما زلت بيه الشعر بقى بصوا إيديا ما فيهاش أي شعر بصوا حبدأ بقى دلوقتي أسيبه شوية وحبدأ أشيره علشان لازم ينشف على المكان اللي فيه الشعر عشان أعرف أشدي بيه الشعر بكل سهولة اعملي الوصفة دي وحتشوفي بجده هتعجبك جدا جدا وهتزلك الشعر بدون أي ألم بصوا بعد ما بدأ ينشف معايا تقريبا أهو يعني وليسة طري شوية بتبدأي بقى تشديه كده أهو بصوا بيتشال معايا بكل سهولة أهو وممكن تفرقه عادي بيتفرج برضو بصوا أهو يعني بجد حاجة جميلة جدا جدا وبدون أي ألم شايفين يا بنات وجد بيخلي كمان الملمس ناعم أوي بعد ما تخسين المكان بقى اللي انت زلت منه الشعر حبدأ أقولك بقى لحاجة حلوة جدا الحاجة تي بقى بتفتح الجسم بطريقة رهيبة قوي قوي بقى ازاي بصوا أنا معايا هنا معلقة من النشا أو الكورن فلاور أو المايوزين تمام وكمان معايا معلقة هنا من الطحين للدرة أهو الطحين هبدأ أخلطهم ببعض كده مش هضيف عليهم أي حاجة وهقولك هستخدمهم ازاي معايا هنا حبة من الطماطم وممكن تستبدل الطماطم باللمون بس احنا بنقول الطماطم عشان الناس اللي بشرتها حساسة لو انت بتتحسس من اللمون استخدم الطماطم أو ممكن نستخدم اللمون يعني اللي اتنين مدوفرين طبعا عندنا في البيت هبدأ أعمل ايه هاخد حبة الطماطم كده بالشكل ده بعد ما زيل الشعر الوصفة ديت بعد منزيل الشعر وهبدأ بقى آجي عند المكان اللي أنا زلت منه الشعر هبدأ أعمل دعك كده لأن الطريقة دي بقى بتديني تفتح حلوة قوي قوي وبتسد المسام بعد ما بنزيل الشعر اهو وناخد تاني وندعك بالشكل ده هخسر ايدي بقى ورجعلكم تاني ونوريكم بعد ما غزلتها ونقولي الزيت اللي حيمنع نموه الشعر بالنسبة للزيت بقى اللي أنا هحتاجه النهاردة معايا هو زيت السعد زيت السعد يا بنات من الزيوت الحلوة جدا جدا اللي بتقلل نموه الشعر وبتخلي الشعر ما ينبوتش أبدا يعني لو انت في أي دولة حاول تجيب الزيت ده بأي طريقة بتجيبه من عند العطار واستخدامه سهل جدا بعد ما بينزيل الشعر وبعد ما بنعمل الخطوات اللي احنا عملناها دلوقتي مع بعض لازم نعملها وبعد كده ببدأ أخد بقى من زيت السعد كده على قطنة وببدأ أجي على المكان اللي أنا زلت منه الشعر وابدأ أمسحه بالشكل ده حندهنه من بالليل وتسبيل تاني يوم ما تدهنه الساعة وتمسحيه لا سبيه أكتر من 12 ساعة يعني دهنين من بالليل وقوم الصبح تشطفي عادي جدا استمرر عليه سبعة أيام مش مرة واحدة وتسبيه لا سبعة أيام بس وحتشوفي بقى بجد بجد بيمنع نموه الشعر بيقل نموه الشعر خاصة بنات المشعرة اللي عندها شعر كتير وما تنسوش بقى شجعوناه في اللايك شتركوا معايا في القناة ولايكات كتير قوي انتظروني في فيديو جديد مع جي جي كل حيتي باي باي